ما الفرق بين التقويم والقياس؟ هناك فرق بين مصطلحي التقويم والقياس يمكن توضيحه كما يلي التقويم عملية شاملة فتقويم الطلاب مثلا يتناول جميع جوانب النمو المختلفة لهم وعند تقويم المنهج فإن التقويم أيضا يمتد إلى عناصره المختلفة أما القياس فهو عملية جزئية أي ينصب على شيء واحد فقط أو نقطة واحدة محددة التقويم يهدف إلى التشخيص والعلاج معا بينما يكتفي القياس بعطاء بعض المعلومات عن الشيء أو الموضوع المراد قياسه يركز التقويم على مقارنة الفرد بنفسه أو بغيره بينما يعطينا القياس نتائج وصفية للشيء دون ربطه بالأشياء الأخرى كما هو الحال في التقويم